يجب أن أكون في موسوعة جينيس للأرقام القياسية تم تعيون الوساط ثلاث مرات في بلديته بهذه الكلمات اختصر أحمد ترك رئيس بلدية ماردين جنوب شرق تركيا ما حصل يوم الرابع من الشهر الجاري بعد عزل النظام رؤساء ثلاث بلديات في قائمة ضمت إلى جانبه رئيسة بلدية باطمان ورئيس بلدية خلفتي في ولاية أورفا قرارات العزل هذه التي تطال رؤساء البلديات ليست جديدة على المشهد الداخلي التركي فهي تستهدف في معظمها مسؤولين محليين يتبعون أو ينتمون لأحزاب معارضة للنظام فمن قبل كان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض تحت مقصرة النظام وقراراته بسلب نتائج الانتخابات واليوم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يلاقي المصير ذاته القاسم المشترك في قرارات العزل في السابق والآن هي أن رؤساء البلديات المعزولين يتهمون من قبل النظام بأن لهم صلاة مع الإرهاب ذلك المصطلح الفطفاض الذي يبقى حبيسا إلى أن يلصقه النظام بمن يعارضه في سياسة باتت مكشوفة للقاسي والداني عزل رؤساء بلديات المنتخبين واعتقالهم ومصادرة خيارات الناس لمن يدير بلديتهم كل هذا لم يحرق في المجتمع الدولي ساكناً وهو الذي لم ينبس ببنت شفا وآثر الصمت كعادته المعهودة إذا انتهاكات النظام التركي بحق الكرد إن كانوا في تركيا أو خارجها الانتهاكات هذه ليست وردة اليوم أو الأمس بل هي متجذرة في ديدن النظام القائم على إقصاء المختلف والمتضرر منها ليس فقط رؤساء البلديات المنتمين لأحزاب معارضة إذ أن عمليات اعتقال الصحفيين الكرد ما تزال نشطة في تركيا لا سيما بعد تشيع قانون في تشين أول أكتوبر عام 2022 زعام النظام بأنه يكافح التضليل الإعلامي ويعد فعليا رأس الحربة التي يحارب بها النظام كل مخالف لفكره أو رأيه في وسائل الإعلام لكن اللافت أن سلسلة قرارات العزل هذه جاءت بعد مبادرة زعم من أطلقها وهو رئيس حزب الحركة القومية دولة بخشلي حليف رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنها تسعى لحل القضية الكردية في تركيا مبادرة حركت المياه الراكدة في القضية الكردية في تركيا تلك القضية التي أرقت النظام التركي مذوجد ورغم ما شهدته من تحولات وتقلبات إلا أنها بقيت عصية على الحل لا سيما مع قرارات تتخذها أنقر بين حين وآخر تؤثر بشكل سلبي على أي مقترحات للحل فما بين المزاعم التركية التي تتحدث عن السلام مع الكرد والواقع الملموس على هيئة قرارات ناسفة لأي جهود حقيقية في سبيل ذلك ذهب مراقبون إلى تشبيه أردوغان الذي يخلق لنفسه أعداء من لا شيء بدون كيشوت الذي حارب طواحين الهواء في رواية الكاتب الإسباني ميجل دي ثرفانتس